اشتركوا في القناة 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 هي اجمالا الرياضات التنافسية نسميها الكمباتيتف سبورت يعني البدا مجهود قوي واللي كمان بتكون فيها تنافس اكتر يعني مثل الفوتبول مثل الركبي مثل الباسكتبول مثل تراكنفيلد يعني اي رياضة جمالا فيها تنافس وفيها مجهود قوي ممكن الشخص ممكن تؤدي يعني للوفاة نسمعا الرياضيين الكبار دكتور انه توفوا ولكن يتهموا ببعض الاحيان بانواع منشطات عم يخدوها او انواع يمكن مخدرات اوقات عم يخدوها ولكن اليوم عم نكتشف انه لا هذا العارض هو عارض بيولوجي بحث وممكن يكون هالمرض مرض ويراثي شو هو المرض تحديدا المرض اللي بيكون صعيب بالقلب هي في عدة امراض بالقلب ممكن تؤدي لها الشغلية واحدة منها هي اذا في عندنا تضخم بعضلة القلب وهذه كانت حالة ابنه تضخم بعضلة القلب وهي اكتر الحالات اللي ممكن تؤدي للوفيات الفجائية وهذه اجمالا بتكون ويراثية بس امراض كثيرة ممكن نبلش بالشخص يعني ما نكون عارفين قبل بوقت انه عنده اياها يمكن ويراثية ولكن لانه هو رياضي بياني ساعة الشغلة الثانية ممكن يكون في عنا مشاكل بدقات القلب يعني بالرزم تبع القلب واللي هي كمان ممكن تؤدي كمان اذا عنا رياضة وعمل مارس مجهود قوي كتير ممكن تؤدي لها توقف وأمرار كتير ممكن يكون اشياء خلقية يعني خلق فيها الولد ومع الوقت عم 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 تطور اكتر وتسوق الحالة وما يكون حدا مكتشفها قبل الوقت كمان ممكن تأثر كيف خلقت فكرة هشام الحاج تشامبس فوند اللي هو عن جد يعني شامبيون اللي هو بطل ان شاء الله بتكون هي نحنا انا سميتها تشامبس فوند يمكن اذا بدك لانه نحنا بالنسبة لنا بضلهم ابطال يعني سواء كانوا توفوا ولا بعضهم عايشين يعني كلهم بكونوا ابطال سو تشامبس فوند بلجت لانه صار في حالات اكتر يمكن انا ما قلت بالاول انه هي هيدا الحالات يمكن مش كتير نسمع عنا بس ما قلت يمكن امرار بيتهمون بأشياء تانية بس في حالات اكتر صارت بلبنان عم نسمع عنا وفيات عند شباب رياضيين سو كانت الفكرة انه لا نقدر نحمي هالشباب رياضيين ونقدر نخفف من الموت الفجائي اللي بيصير ولدت فكرة تشامبس انا وانت سو الهدف من التشامبس فوند هي انه نخفف الموت الفجائي عند رياضيين الشباب قد ما فينا بشغلتان اساسيتان هو الكشف المبكر لازم يكون في عنا كشف مبكر لرياضيين الشباب وخاصة نكشف للقلب نحن البنان ما نعملو يعني كل شاب او صبية حتى عم بيبلشوا يعملوا رياضة بشكل محترف ينعمل تشاك اوب على القلب ينعمل فحص بسيط جدا او يمكن صورة اللي هو مضبوط هي الكشف المبكر هو بدي يكون فيه فحص من قبل الطبيب لانه نفحص القلب نفحص الضغط واتساكرا ونفس الوقت تختيط للقلب وتصديقا انه ليش اهمية هيدا بايطاليا خلال 25 سنة كانوا عم يعملوا عندهم اجبارة لكل اللاعبين اللي بيلعبوا يعني يعملو لهم كشف مبكر ولقوا انه قدروا يخففوا نسبة الوفيات المفاجئة بنسبة تسعة وتمانين بالمئة اللي هو شيء مضبوط سو مشان هيك نحنا عم نطالب ان يكون في عنا كشف مبكر لرياضيين الشباب بلبنان وتكون اجبار يعني وهيدي تنعاد كل سنة او سنتان اذا بدنا نبلش بس على القليل لازم تكون معادة اكتر ودايما تنعاد ممكن من اول مرة ما يبين دكتور هي خاصة بالصغار لانه هيدا بتصير مع التطور طبعهم يعني بـ 12-13 سنة اتسترا بيكون بعض القلب يعني جسمهم عم يكبر وهالامور ممكن بيين اكتر بفترة البلوغ بس اكيد ممكن دكت قلب الغير منتظمة يعني ما نقدرنا القطع ضغير من اول مرة فمشان هيك برا بدول اوروبا عادة داري كوماند انه يعملوها كل سنة او سنتان مبدئيا نعم 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 وعندكن ايضا هدف تاني او فكرة تانية لحتى كمان ممكن تنقذ هالشباب هو يمكن بخلال المباراة او بخلال التمرينات شو هو هي الفكرة تانية انه مظبوط نحنا بنعمل متل ما قلنا الكشف المبكر بس ما في شي بيكشف مية بالمية يعني كل الفحوصات عادة في عندك قسم ممكن ما تقدر يتكشفيه فبحال صار لاسا محلل موت الفوجاء بحال صار توقف القلب الفوجاء بالخلال المباراة لازم يكون في عنا شغلتان هونيك بقلب الملاعب الرياضية حتى نسميها ملاعب رياضية امنة سو واحدة منها لازم يكون في عنا هو او آلة موزين للرجفان رجفان القلب لانه لما بيوقف قلبه للشاب عادة بكون عنده خمسة لسبع دقايق بس لا نقدر نعمله الشق الكهرباء نعطيها وننقذه واللي هي اذا منا ننطر يمكن الصليب الاحمر مظبوط عنده نياه بس بده وقت لا يوصل لازم يكون في حدا موجودة بكل الملاعب الرياضية سواء بالمدارس او بالملاعب الرياضية الاندية يعني ملاعب الاندية الرياضية او بالجامعات وبنفس الوقت يكون في عنا مدربين او حتى اللاعبين هنه مدربين كيف يعملوا الانعاش وكيف يستعملوا هيدا هيدا المكناة اللي ممكن تكون موجودة مش ضروري يكون في طبيب ولا اي شخص اخصائي فيهم يعملوا بينتهم هنه نوع من تمرين او تدريب فينا ندربه اي فيه تدريب ممكن يصير ونحن هلأ عم نبلش كمان مع الجامعة الامريكية تدريب للمدربين على كيف يقدروا يعملوا الـ ويستعملوا هيدا الآلة الموزيلة ليه هالقد بتكون سريعة يعني ليه بدوم من خمسة لسابعة دقايق بيتوفق هل لانه بعضه دم الشباب متل ما بيقولوا يمكن او الدم بيكون اسرع يعني لا لانه هي المشكلة اللي بتصير هي بيقف القلب لانه هي بيصير فيه لما بكونوا عم يعملوا رياضة بيوقف مش مثل التوقف القلب اللي بيصير عند الكبار بالعمر انه بيسكر الشريان مثلا شوي صغيره وممكن يقدم على الوقت لوفاة عضلة بالقلب او يمكن يكون عنده هو مثل ما بيقولت رقات فرعية تانية نحنا من الله عند الشباب عادة المشكلة اللي هن عنده نياه واللي بتعمل الموت الفجائي هي مشكلة بتأثر على كهربة القلب سو بيوقف القلب خلص ما في شي يرجع يمشي الا الشباب اللي بيسير فمن شان هيك عم نحكي عنه فمن شان هيك عندي خمسة لسبعة دقاية لانه بيبطل يطلع الدم على المير ببطل يعني خلص بيوقف كل شي سو ما فيه الا هالوقت القصير اللي نحنا فينا نقدر ننقذ فيه ومن شان هيك قلقت الجامعية شو نشاطت او كيف بلشت وشو هيك اول خطوات الجامعية مع مين عم تتعيم هلأ نحنا بلشنا اول شي بقلب الجامعة الامريكية يعني مش ما بقولوته اللي عم نعمل مع طلاب مع طلاب اول شي بلشنا كنحنا دائرة طب العيلة بالجامعة الامريكية لانه هو الفند بقلب الدائرة طب العيلة بلشنا عملنا كشف مبكر للقلب لكل الرياضيين اللي بالجامعة الامريكية ببيرون للفارستي تيمس هذا اللي بلشناها سنة الماضية وهلأ عاملين ببناسبة الدخول للمدارس بداية المدارس يعني والجامعات فيه كشف مبكر للقلب كمان هذا مغطى من قبل تشامس فوند يعني بقلب الجامعة الامريكية بقسم طب العيلة لكل طلاب المدارس والجامعات اللي هنه عمرهم بين 12 وال24 سنة اللي هنه بمارس ورياضة او بالفارستي تيمس طبعهم المدرسة والجامعة والمشاريع المقبلة كمان الشغلة التانية نسي نروح على المدارس وعلى الجامعات نقدر نعمل كشف مبكر والشغلة الأساسية احنا حكينا مع وزير الشباب ورياضة معالي وزير الشباب ورياضة وعملنا اجتمام مع الاندية والاتحادات سوالهدف انه نقدر نوصل لقرار او قانون اذا بدنا نقول انه نحنا نسترفع عندنا الكشف المبكر لكل الرياضيين بلس انه تكون هذه الآلة اللي حكيت عنا والتدريب للمدربين الرياضيين أساسي وإجباري كيف هم يكون التجاوب وا التمويل التجاوب كان كتير منيح يعني بس اجانا حكيت مشكلة أساسية هي التمويل سوهي بده كل هالأشياء بده تمويل للاندية وليقدروا يعملوا الكشف المبكر مشان هيك نحنا بلشنا هلا اول شي نعمل شي ببلغ يعني مثل ما بقولوا مغطم من قبل تشامس فوند بس اكيد ما فيك تغطي كل لبنان بالنهاية سوهيدا اللي عم نشغل عليه انه كيف نقدر نلاقي الفورميل اللي كل العالم بقدروا يتكلفوا وطبعا رح بكون فيه يمكن مشاريع جديدة او ايفنتس لحتى تقدروا تغطوا هالمشاريع كلها ولا كل الأشخاص اللي بيحبوا يساعدوا بها المجالات هل في فيسبوك بيج او اي ويب سايت موضبوط في فيسبوك بيج اللي هي تشامس فوند ايو بي ام سي سوهي هون يفوتوا عليها وفي كل المعلومات بتكون هونيكة وكل الاكتيفيتيز اللي نحنا عم نعملون موضعيا نعم فضلي في شغلة بس كمان انه هيدا الشهر مش بلبنان يمكن بامريكا بس هيدا الشهر هو الشهر التوعية كمان عن التوقف القلب الفوجاء نحنا كمان عم نجرب انه من خلال الفيسبوك بيج تبعيتنا انه دائما نعطي معلومات انه كيف الواحد يقدر يعرف شو هن العوارض اللي ممكن ينتبه لها شو الاشياء اللي لازم يعملها سوى عم نستغل فرصة هالشهر هيدا وباكي باللبنان بكا بصير شهر وطني للتوعية ان شاء الله اكيد وهالتوعية يمكن كتير من الناس ما بيعرفوا عنا دكتور منع سمان الحج نحنا قربنا معيك والله يعطيك ألف ألف عافية ان شاء الله موفقين يا رب أهلا فيك انا مشاهدينا رح انتقل لعند ريتا لمع ريتا هاي وين صرنا؟ احنا رح نبلش مهم شو رح نعمل أول شي رح يكون معي ميا وجراج المندلق مشان نبلش بصبغة بقى نسبوه بقى نعمل قصة لذيذة بتلبقى لالا الفيس شاي بتبعدي التأكيد بلشتو اكيد درستو الموضوع وحللتو كل الـ طح كله ريتا نحنا ناطرين النتايج رح ناخد بريك أصير ومنتابع مع فاميلي موسيقى